طب هي قلتك ازاي ننزل في الوزن مش هنعمل دايت ازاي ننزل في الوزن طيب ازاي الفترة اللي هي ما بعد الفطار لحد الصحور اقسمها ازاي في الاكل عشان مجوهش بعد الصحور صح احنا هنفطر على يعني تمرة و نص كباية لبن او كباية لبن كل واحد او ثلاث تمرات او كل واحد على حسب وزن الفكرة اللي انا عايز اكثر صيامي وبعدين اقوم اصلي اوكي الصفرة متحضرة او لسا متحضرتش انا بس باخد بريك مش عشان بس اقلل الشراهة للاكل انا كمان بحفز الانزيمات اللي هي بتبتدي عشان تهيأ نفسها اللي هتهدم وإلا الاكل مش هتهدم اخدهمش يعني مش فاجة نمرة اتنين بخش على اي حاجة فيها مية يعني انت مجرد اللي انت يا اما تاخد كبايتين مية لاما شربة والشربة هنا بقى كل متاح محدش يقول لك لا اللي بالكريمة لأ واللي باللسان عصفور لأ اه باللسان عصفور فيها مكرونة انا بان اعتبر اللسان عصفور ده مكرونة هتزود شوية السعرات بس انا بالنسبة للمية عامل اهم من اللي انا ابص في الكريمة او اللسان عصفور هبتدي بقى اقسم طبقي لنص يريد يبقى صلطة وخضار مطهي وربع بروتين والربع الاخير للنشويات الربع بروتين ده ممكن يبقى التلتين ما عنديش مشاكل يعني الربع بروتين يعني كل واحد بكاف ايده يفوف كطعة اللحم اللي هو مفروض ياخدها تبقى كاف في الايد بدونه الصوابة اللي هي الحد هنا اما الفراخ لحد كل كاف في الايد واخد بالك ومن كطعة الكطعتين لكل واحد واخد بالك اللي انت البروتين لازم تقسمه على الوجبات متاخدوش بس على الفطار ويبقى بروتين حيواني على الفطار وبروتين نباتي في السناك ونباتي في الصحور عشان ما يبقاش الدسم عالي ايه مثلا السناك يكون ايه والصحور احط فيه ايه بروتين شوف احلى سناك طبعا الفكهة بس احنا عشان احنا ممكن ندخل فواكه المجففة مع المكسرات ممكن ااخد مثلا ريب مع فواكه يفضل اللي انا ماخدش الحلويات الشرقية كسناك أحطها بعد الفطار بتاع المغرب على طول لأن البروتين والألياف والمية بيقلل مؤشر السكر بتاع الحلويات فكأني بخبيه يعني بحط السكر والعسل والسكر البودرة وكلام ده جوه الألياف وجوه البروتين فالجسم ما يتفعلش معاه وياخده ويخزنه من غدبالك فالحلويات ده منطقتها فهناخد الاسناك يبقى بروتين ودهون صحية وبعدين نروح نتصحر السناك يفضل يبقى بعد التراويح ليه؟ لأن انت بعد التراويح انت عملت مجهود وبالذات لو انت مشيت فانت المجهود ده محتاج بالنسبة له بالنسبة لجسمك قصدي ان العضلات ابتدت ايه؟ تشتغل شوية ففيه عامل هدم وتصليح فأنا عايزة بروتين اللي هو مثلا في الرايب وعايزة مثلا دهون صحية عشان ديه بتزود جدا إحساس الشبه ماشي وصلنا السحور السحور فيه حاجات بتزود جدا إحساس الشبه لتاني يوم الألياف ودي اللي بتبقى موجودة في البوكليات وعشان كده احنا بنحب البوكليات أو الحبوب الكاملة نضيف عليها بقى البوكليات دي لو هي فيها مصدر حديد الفيتامين سي نضيف عليها زيت زتون وكمون عشان نقلل من المشاكل اللي بتحصل في الهضم يعني الناس بالزات اللي عندهم كولون عصبي يحطوا كمون ويحطوا زيت زتون نضيف عليها كمان السلطة والخضار عشان تبقى ألياف غير زائبة مع الألياف الزائبة اللي موجودة في الحبوب الكاملة لإحنا عندنا نوعين ألياف الناس فاكرة اللي ألياف وخلاص بعد كده نبتدي بقى نبص للأكل أنا بقى أقول إيه يعني أنت أكيد عارف أن البيض الفول الجبنة القريش دي ممتازة جدا لأنها مش بس مكس من البروتين ده مكس مع كمان الدهون الصحية اللي هي ده سمها قليل ممكن قملت أنا معنديش مشاكل لأنت تحطي معلقة زيت زتون بكر على الفطار السحور صعب صعب زيت زتون بالبيض بزيت زتون بالبكر آه إيه المشكلة لأ لأ صعبا لأ ممكن نحط على الفول آر على الجبنة القريش ماشي إنما على البيض جربوا جربوا لأ ده كأنك عايد زيب تقليبيا البكر ما بيديش أفتر تيست أو ما بيديش طعم الوحش البكر لكن البكر الممتاز ما يفعش نسخن لأنه فيه أنواع خمس أنواع من زيت الزتون فبنتكلم اللي بيد أملاد طيب الناس بقى اللي عايزة بابا غنوك وطعمية والحاجات اللي فيها زود حيام زمان دي شوف أنت هتتعب من كم قطعة؟ ما هو فيه ناس بتتعب بعد قطعة واحدة أو نص قطعة وفيه ناس نا عادي جدا فشوف أنت بتستقدر تستحمل إيه؟ بس هي للأسف يعني معلومة إن الزيوت والبروتين بيعطشوا فما تزودش قوي لأن قريدي جسمي بيحتاج مية عشان يهدمهم فأنت بتستهلك المية في إيه؟ في اللي أنت تروي نفسك ولا تهدم الأكل؟ فما تزودش قوي في الزيوت لأنها بتقلل المية اللي في الجسم احنا بنتكلم الأمان الفول والجبن الأمان طبعا الفول والجبن وعندك البطاطس البيوري ما عنديش أي مشاكل فيها عند كل أنواع البوكوليات الحمص يعني الشوام دايما بيعملوا الطعمية بالحمص عندهم طبعا الجبن وأنواع الجبن مختلفة قوي أنا بصحر جبنا قريش وفول بس يعني إنت كده والله بجد التكتب تم ضايت وممكن كمان ما يكونش فيه فول جبنا قريش بس بس هو الفكرة بقى اللي أنت بس بجوع ما أعرفش ليه بتجوع عشان أنت أكلت إيه ما بين المغرب وما بين الفطار كل ما تقسم وجبتك على ثلاث مرات كل ما يكون أحسن لأن جسمك بيمتص كمية معينة أنت دخلتها له في وجبة واحدة مش هيقدر يمتصها كلها لكن لو قسمتها له على ثلاث وجبات أفضل بالنسبة للمعادن والبروتين والفيتامينات شكرا